موسيقى شكرا لكم زملائي بالتأكيد ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل على بعد زقاق من هنا تنسدل دجلة قصيدة الشعر لتنثر كلماتها وقصائدها باتجاه صوب فلسطين حقيقة الشعب العراقي وخاصة الزملاء الإعلاميين متضامنين قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الكبرى ما زلنا نرصد ونتابع كل الأخبار الخاصة بفلسطين الحبيبة بالأشقاء بحيث مواقفهم الكبيرة من أجل تحرير الأرض هنا من خلال هذا الاستطلاع سوف نتعرف على أراء بعض الزملاء الإعلاميين حول يوم التضامن العالمي مع الأخوة في فلسطين كونوا معنا بسم الله بسم حوق في فلسطين بسم دمانه بالشهداء بالفدائين ننتهز هذه الفرصة بتجديد الدعم والإسناد إلى قضية العرب الكبرى قضية فلسطين بقيام الدولة الفلسطينية وينهاء الوجود الإسرائيلي بالمنطقة العربية جمالاء مستمرين في نقل الكلمات الجميلة لأجل أخوتنا في فلسطين في يوم التضامن العالمي من خلال برنامجنا بيت للكل نلتقي بالإعلامية لأستاذ مويد جاسم مساء الورد أستاذ أحمد شكرا لك شكرا طبعا أمنياتي لهذا البرنامج الجميل بيت للكل كل التوفيق إن شاء الله لفلسطين الحبيبة ولمن يحاول أن يستبدل ويقتلع هذا الشعب من جذوره وهذه الزهور من أراضيها إشكالية كبيرة أنا أتذكر كلام لنورس الراحل درويش رحمه الله إنما سؤل قال له ولده لماذا تركت الحصانة وحيدا قال لي أنست داريا ولدي أما علمت أن البيوت تموت إذا غاب السكانها تعتقد الإيدلوجيات المعنفة والتطرف المخبة بإمكان الهامار أن يقتلع الناس من أوطانهم ربما تتأخر الحقيقة لكن أستاذ أحمد لا تموت الحقيقة لا تموت تتنفس وتغذى وتعتاش على شيء غير مرئي الشعب الفلسطيني له كل الاحترام والاعتزاز وكل العتب وكل اللوم على ما فاته من أن الإيدلوجية لا يمكن أن تحترام فتلك القوميات والإيدلوجيات والمذهبيات التي تتباكى على حائط المبكى متناسية أن ثمة شعبا يتوجع يتألم لكن اللذة منه لا تزول رغم الوجع وربما أنا أقول الليل عديم الطعم من غير وجه علينا أن نتابع هذه القضية بصورة دقيقة وأن نرصد ما يحدث من انتهاك حقوق للشعب الفلسطيني هذا الشعب الحقيقة المعطاء وهو قضيتنا الأولى في متابعة تلك الأحداث لكي نستطيع أن نجمع وأن نرصد وأن نحقق ما يبتغيه الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني شعب عريق يستحق الحياة يستحق أن يتمتع بكل حقوقه يمكن لنا أن نتابع هذه الأحداث عن كثب تنحن الحروف وتختفي وتختلف كل المسميات على هذا الشعب هو مهبط للأديان هو خوية لكل عربي كلنا متضامنون مع الشعب الفلسطيني ونعتبرها القضية الأولى قديما وحديثا وإن شاء الله الخير آتي والأمور إن شاء الله تبشر بخير تحياتنا وسلامنا لبرنامج بيت الكل طبعا أكيد نحن كشعب عراقي متضامنين مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيتهم المصيرية الوجودية هذا طبعا شيء طبيعي وبديهي ما يحتاج أنه نقول مثلا أنه نحن يوم لتضامن نحن معهم في كل وقت من سنة 1948 وشهداء لدينا في الخليل وقصص كثيرة حدثت للعراقيين في فلسطين طبعا أكيد الفلسطينيين كأعلامين نحن وكنخب أعلامية نتضامن بالكلمة نتضامن بالموقف نتضامن أيضا بالمطالبات يعني عبر منصاتنا أنه دائما نذكر أنه الشعب الفلسطيني شعب موجود وحي وسيأخذ أرضه وسيأخذ وطنه قريبا أنا أجد أنه إن شاء الله الأيام القادمة يستكون للفلسطينيين حتى العالم يعني حتى المؤسسات العالمية الآن أعتقد في صدثة أنه تراجع مواقفها السابقة وبالتالي نحن متضامنين كشعب وكأعلامية موسيقى